كالوجه لكم التحوى للنخراط في هذا النطاق ممثلين عن النجلة الوطنية للوقاية من حوادث السير والمجتمع المدني ضمن برنامج خاص يوم الأحد بداية من الساعة الثادثة مساء رفقة أيوم غير مباشرة على رات أصوات كنوا في الموعد اصوات الاذاعة اللي كثف موكت في أمي الساعة تشهر بأصوات الى الواحد الموعد نشرت لأخبار رفقة يوسف الحيداوي موسيقى أهلا بكم البداية بأبرز عنوين النشرة عائل البلاد الملك محمد الستادسي ترأس مجلس الوزراء ويعطي تعليمه بتعنيدي عشرة الاف عنصر في إطار الهدمة العسكرية برجات الساحات فاليكم أدمرت عدق صحفي حول صفات لتشخيص وضعية المستشفى وتؤكد اعتمادها من هاجئة الإصلاف بروم محاس الحكام موسيقى ترأس مجلس الوزراء بمعصرات الترصي دون هواد لرضع برنامج إيران الصاروخي وفي الختام النشرات أخبار خيربية أهلا بكم ترأس ملك محمد الستادس امس بالقصر الملكي بمرقش مجلسا للوزراء وفي بداية اشغاله استفسر جلالة الملك عبدالقدر عمارة وزير التجهيز والنقل والموجيستيك والمات حول نسبة ملك السدود بالمملكة حاليا مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية حيث وكذل وزيران المعدلة ملك السدود يبلغ حاليا ما يناهز 64% لحين تم التسجيل حوالي 30% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية إذا ذلك وخلال هذا المجلس الوزري تمت المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقني بالمجال العسكري ويخصان تطبيق احكام القانون المتعلق بالخدمة العسكرية وفي طار تفرئ مقتضيات القانون المتعلق بالخدمة العسكرية اعطى جلالة الملك القائد الاعلى ورئيس اركان الحرب العام للقوات المسلحة الملكية اعطى تعليماته قصد العمل على تجديد عشرة الاف عصر في نسل هذا السابق الجانية على ان يصم رفع هذا العدل إلى 15 الف مجندة في السنة المقبلة بهذا الحصوص نستمع لتعليق الاستاذة محمد العمراني بو خفزا طالما ان مصطرة تجريع ومصطرة العطار القانوني قد استكملت فهنا لنتقل لمسألة تنزيل هذا العطار القانوني ترجمة نانسي قنقر